تفضل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر فشمل برعايته الكريمة افتتاح معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية في دورته الثالثة والاربعين وذلك بمتحف البحرين الوطنيين لدى تفضل سموه بافتتاح معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية اكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر ان الفن رسالة شاملة نريد ان يوجهها الفنان البحريني لخدمة بلاده سياسيا وفكريا وثقافيا وان الفن اصبح وسيلة من وسائل التواصل مع العالم وعلينا ان نطوعه في ابراز الوجه الحضاري للمملكة وتقدمها التنموي والاقتصادي لأرى العالم من خلال لوحات ذات قيمة عالية ما وصلت اليه البحرين من تطور سياسي واقتصادي واجتماعي وحفى سموه على تطويع الفن ليكون احد اوجه الاستثمار الذي يخدم اقتصادنا الوطني ضمن استثمار شامل يستهدف الثقافة موضحا ان الفنانين التشكيليين البحرينيين يمتلكون ابداعا متجددا يتناقلونه جيلا بعد اخر واستطاعوا ان يثروا ذاكرة الوطن الفنية باعمال ستظل شاهدة على اصالة هذا البلد وتحضره منوها سموه بان رسالة النبيلة للفن لها اثر كبير في الارتقاء بالذوق العام ليبحر في اجواء تركز على مواطن الجمال والخير والعطاء في كل مجال وبعد ان قص سموه الشريط ايذان بافتتاح المعرض قام سموه بجولة داخل اروقة المعرض المختلفة واستمع سموه خلالها من الفنانين المشاركين في المعرض الى شرح عن معروضاتهم في فروع الرسم والنحت والخزف والتصوير الفوتوغرافي وما تحمله من معاني ورسائل ذات دلالات متعددة واعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المقر عن بالغ عجابه بما يجتمل عليه المعرض من لوحات فنية ومنحوتات تحاكي ارقى المستويات العالمية في مجال الفن التشكيلي وهو ما يعكس ما وصل اليه الفنانون البحرينيون من تطور واطلاع على مختلف المدارس الفنية التشكيلية واكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ان النجاحات التي يحققها معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية عاما بعد عام وما يكتسبه من سمعة طيبة اقليميا ودوليا يعد تأكيدا على ما تتمتع به مملكة البحرين من قدرات كبيرة في تنظيم مختلف المعارض المتخصصة وقال سموه ان الحركة التشكيلية في مملكة البحرين تتميز بتنوع اتجاهاتها وغينى تصوراتها التي تقوم على ثقافة فنية ودلالات تعبيرية تعبر عن الواقع وتتجاوزه بلمسات جمالية واكد سموه ان حرص الحكومة على دعم الحركة الفنية يأتي ادراكا منها لاهمية رعاية ومساندة كل عمل ابداعي يرتقي بوجدان المجتمع ويسهم في تنشئة اجيال تنبذ كل مظاهر القبح والتشويه معربا سموه عن خالص شكره وتقديره لمعالي الشيخ مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والاثار وسعادة الشيخ راشد بن خليفة الخليفة الرئيس الفخري لجمعية البحرين للفنون التشكيلية على كل ما قاموا به من جهود متميزة في اعداد وتنظيم هذا المعرض الذي عكس روح التجديد والابتكار وحرص على تحفيز الابداعات الفنية بمدارسها المختلفة على مزيد من التميز والعطاء بعدها تفضل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتسجيل كلمة في سجل المعرض اعرب فيها سموه عن سعادته بحضور وافتتاح معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية في نسخته الثالثة والاربعين واكد سموه ان المعرض يجدد تألقه باعمال الفنانين والمبدعين البحرينيين استمرارا لعطاءاته المتميزة في ابراز ابداعاتهم التي تثري حركة الفن التشكيلي وتجسد ما يتمتع به الفنان البحريني من حس ابداعي مفعم بالجمال وقال سموه اننا نستحضر مما شاهدناه من اعمال فنية في هذا المعرض الفسيح الارجاء ملامح حركة فنية تنبض بلغتها الراقية في التعبير عن هوية البحرين واصالتها وتاريخها الحضاري ومدارسها الفنية المتنوعة التي استلهمت ابداعاتها بتناغم وانسجام جمع بين الاصالة والحداثة وبهذه المناسبة قدمت معالي الشيخ مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والاثار الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه على دعم سموه المتواصل على مدى ثلاثة واربعين عاما وقالت ان هذا المعرض يحظى باهتمام خاص من لدن سموه مما يعكس الرؤية الواضحة لأهمية الفن والثقافة في الارتقاء بالمجتمعات والنهوض بالأوطان إضافة إلى الترويج الفعلي للارث الحضاري والثقافي للبحرين كما عبرت معاليها عن فخرها بأن يقدم معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية أعمالا مميزة لفنانين بحرينيين ومقيمين جمعهم شغف الفن لكونه لغة مشتركة توحد الجميع ضمن واحد من أكبر المواسم الفنية في مملكة البحرين على مدى السنوات الماضية وأردفت معاليها أن الهيئة قد خصصت العام 2017 ليكون تحت شعار آثارنا إن حكت وليستضيف صرح مسرح البحرين الوطني الذي عكس في إنشائه الرؤية الحكيمة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه هذا النشاط السنوي الذي يحكي قصص فنانين نريدهم أن يكونوا سفراء للمملكة ووجه الحضاري الذي يروج للهوية المترسخة في عمق التاريخ مشيرة إلى أن هذا العام سيحمل نشاطا يحكي قصصا غنية بالحضارة والحكايات من ناحيته رفع سعدة الشيخ راشد بن خليفة الخليفة الرئيس الفخري لجمعية البحرين للفنون التشكيلية خالص شكر وتقدير إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على رعاية سموه السنوية لمعرض البحرين للفنون التشكيلية مؤكدا أن تطور الفن التشكيلي ومنتجاته القيمة في البحرين لم يكن ليصل لهذا المستوى المتقدم لو لا دعم ورعاية سموه لافتا إلى أن المعرض قد أطلق العنان أمام إبداع الفنان التشكيلي البحريني لتقديم أفضل ما عنده ليحظى بالمشاركة في هذا المعرض الذي يشرفه سمو رئيس الوزراء برعايته الكريمة كل عام للفن توهجه وللتوهج عنفوان تلازمه الجرأة في خطوط رسمت أو بألوان خطت ملامح فكر أو قضية فبطبيعة الحال لا بد للجرأة من حرية وللحرية لا بد من داعم يدعمها ويتوجها معرض البحرين للفنون التشكيلية السنوي في نسخته الثالثة والأربعين يستحضر الفنون التشكيلية بأعمال فنية بحرينية رائدة وصل عددها إلى 63 عملا تم اختيارها من بين 158 عملا تم التقدم بها بالإضافة إلى 175 قطعة فنية هذا المعرض الفني في دورته الثالثة والأربعون برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الذي رعى الحركة التشكيلية منذ إطلالته الأولى بحضوره بتشجيعه بدعمه لكل الفنانين هذا المعرض في هذا العام يختلف عن الأعوام السابقة لكونه مفتوحاً للمشاركات للمقيمين في البحرين عادة كان يقتصر على الفنانين البحرينين فقط هذا العام أردنا مشاركة كل من يحب البحرين كل من يسكنها فكما تشاهدين هناك مجموعة أكبر من الأعمال الفنية في هذه المناسبة لا بد أن أكرر شكري وخالص تقديري لصاحب السمو الملكي على دعمه لا محدود للحركة الثقافية في البحرين وما حضور هذا اليوم تشجيعه للفنانين إلا إشارة وتأكيد على هذا الدور الريادي الرائع تعالج الأعمال المطروحة كافة المواضيع وبأدوات مختلفة ليكون المعرض دليلاً على قدرة الفن في نشر الحضارة والثقافة حيث تشارك هذا العام أعمال فنية تتنوع ما بين تركيبية ولوحات وأعمال نحت وخزف وتصوير فوتوغرافي وغيرها نحن يشرفنا تشريف سيدي صاحب السمو ورئيس الوزراء الموقر على حضوره وتشريفه لنا في هذا المعرض السنوي والآن بعد مرور 34 سنة برعايتها الكريمة هذا إنجاز كبير وهذا فخر لنا وهذا ما يعطينا الدافع في الحقيقة للعطاء من المزيد والتطوير والحمد لله رأينا فنانين تطوروا خلال هذه السنوات الماضية من مبتدئين إلى وجود الحرفية عندهم مشاركات في تطور الحراك الفني العالم يطالعه الخارجي يطالعه فيعرف أنه فيه ثقافة موجودة في البحرين بالنسبة لأعمال الفائزة في المسابقة هنا الحمد لله أعمال تدور حول الأسرة والعلاقات الأسرية شنو اللي يكونها شنو اللي ممكن تنمى مع الإنسان نفسه والله هذه السنة المعرض مميز السنة بسبب حجم المعرض وعدد المشاركين أكثر من كل سنة ونوعية المشاركين أيضا حتى المقيمين في البحرين شاركوا ومعظمهم الشباب اللي يدرسون خارج البحرين رجعوا هنا شاركوا فتعكس أعمالهم الفن اليوم الفن اللي يصير على الساحة العالمية بتجارب شابة يشارك في المعرض في المعرض السنوي أغلب فناني البحرين الذين يمثلون مختلف المدارس والأساليب الفنية ويتعاملون مع شتى الخامات الفنية ويعبرون عن مختلف الأجيال التي توالت على حركة الإبداع التشكيلي المعاصر في البحرين من فناني جيل الرواد وجيل المبدعين الجدد الذين يمثلون امتدادا للرواد وأمل البحرين في تشكيل جيل رائد جديد للفن لغة تخاطب العقل الإنساني وطريق يلتقي فيه كافة الأفكار والتيارات وفي هذا المعرض جاء ليعكس أهمية الفن ويبرز أهمية الفنانين الذين بدعوا في الفن بجميع أنواعه إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين